ميديميل الخبر الصحيح والكلمة حرة من الميكروب الحسن صباح النور صباح الفل والياسامين أهلا وسهلا بكم سادة مستمعين برهو صباح النور صباح النور كافة المستمعين والمستمعات مرحبا بك إيمان بعد غيبة غدو الحي باش نحكي لك على ما قام به لطفي المنقلب في غيابك واختلي يبدو بحضوره باش ميقول شواء ولا فقوله تهم باش نتقول المجال باش ترد على ما سأقوله غدا عقيدة الانقلاب طبعا مثالش باش ما نخدمونوش حقه غدوة ونحكيه وحنا عنا برشا مادة إعلامية على ذلك نبدأ وتثبيت بأنه عنده التزام إعلامي ايخ نخذ معايا مباشرة عبر الهاتف سيد محمد ليليا المنصري نتقى رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتليلي صباح النور مرحبا بي إيمان وكل المستمعين وبالضيوف الكيرا مرحبا خليني نقول سيتليلي جدل كبيل رافق قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في أجل قبور الترشحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في أجل قبور الترشحات حتى الخميس بعد غدوة معناها 27 أكتوبر 2022 السؤال الأول سيتليلي المنصري هذا قرار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإلا تم اتخاذه بالتشاور مع السيد رئيس الجمهورية شكرا في الواقع أنا بيدي مستغربة علاش الناس مستغربة بالتمديد منهوش أول مرة في كل مصار انتخابي نقوموا بالتمديد احنا في هامش انتعى يومين يتحكم فيهم المجلس وبيدون المساس بالرزنامة في مواعيدها يعني الرزنامة مقاش المساس بها أمر عادي احنا ديما نمده في التسجيل في قبور الترشحات وفيها وعلاش معنا معنا حتى علاقة أي أجراء نخلوت واللي تدخل الرئيس نتطورش أنا الرئيس معناها نتطور دعم الرئيس فاضي لتفاصيل مثل هذه بيش يدخل فيها معقولة معناها معناها ساعات بالحق ساعات نستغرب أنا في وضعيات معندها حتى علاقة هذه ولاية عامة للهيئة معناها في جانب بتاعة تنفيذ الرزنامة شو بيصار وأنه مجلس الهيئة بطبيعة الحال احنا بقراءتنا وعنا الدفاتر بتاعنا الممسوكة عنها مشهورة فترة ترشحات تقرأ ككلها هي راهي فيها فترة قبور ترشحات وفترة بت خذينا نهارين من البت لأنه كانوا مخصين 8 أيام للبت أصبحوا معناها فقط بتا أيام للبت وهو أجل كافي لأنه هيئة الفرعية يوم بيوم ويقرر في الملسات معنا ما يش إشكال شفنا وأنه أولاً شنية الغاية هي من إجراء الانتخابات نعمل فيها المترشحين المترشحين اللي شفنا نحن اليوم اللي قبل مقدمين 891 ملف فيهم تقريب 600 فقط اللي هما جابوا للأربعة مئة تسية معناها في خصوص العدد لو كان ما مقددناش بنهارين هظم كانوا أكثر من 200 ملف باش يترفضوا شكله لذيه كأجراء أولي اثنين ثم دوائر انتخابية ما فيهاش مترشحين أصلاً خليني في النقطة هذية خل النقطة هذية في تونس شنية الدوائر الانتخابية إلى حد الآن سجلت صفر ترشحات ستليلي أي طيب بعد نعطيك لحصائية كاملة تعد دوائر يقول نعطيك لك التبرير اللي يقع به التمديد في أجل قابول الترشحات متع يومين لايش حاجة كبيرة الغاية شنية؟ الغاية هو أنه يزمنا نتفاد وإمكانية متع انتخابات جزئية فيما بعد يعني وأنه منا بينا كل الدوائر الانتخابية تكونتها مترشحين كانوا قبل خمسة دوائر انتخابية ما فيهاش ترشحات أصبح هناك دائرة فقط دائرة أفريقية ما فيهاش ترشحات هذه على الأقل قاع فيها التقليص بشكل كبير ويمكن التمديد انتعت ناتها أيام هظومة باش يمكن انه تكون الدوائر كلها فيها ترشحات وكانت عنا قبل ما يقارب على عشرة دوائر فيها ترشح وحيد ترشح وحيد روما عنده حتى معنا بمثل ان احنا رو في كل حالات الفوز متعه مضمون ماذا بينا يكون حد أدنى زوز مترشحين باش على القلب نظم منافسة ديمقراطية على الأقل أصبح الآن زوز فقط دوائر بلدية دوائر انتخابية فيها مترشح وحيد اللي هي في الخارج اللي هي متعها أستراليا ومتعها أستراليا ومثلتها الدائرة الأخرى فيها ترشح وحيد يعني كانوا عشرة الأمريكيتين وهو كذلك عنها ما زالوا زوز فقط اللي فيهم ترشح وحيد وزيد حاجة أخرى احنا ديما لو نعلنوا على التمديد بفترة قصيرة لكن نعلنوا عليه في اليوم الأخير ليش على خاطر إذا كان نعلنوا عليها مسبقا مثل الحال بيش يكون ثم تراخي للمترشحين ويعملوا اللي هي ثم مدة تاعت تمديد احنا وهذه جابت نتيجة نحنا يوم أمس قبل الأعلان على التمديد قبلنا 351 مترب ترشح وهو رقم قياتي هذه زادة مهمة ثم شفنا بعملية حسابية الهيئة قامت بأكثر من 500 ألف عملية التعريف بالأمضة بالنسبة للتزكيات فيهم 270 ألف تزكية ما زال في التركيلي مشتبة بين المترشحين ما زال مقعش أستعمالها في المطالب معناها هذه فترة منتعى نهيرين كلافة هذه أنا متأكدوا أنه باش نكنوا المترشحين هذوما من أنهم يسدوا الشغورات النقصة في التزكيات من حيث العدد ونجموا حتى إيه صحوا لأنه ثم حتى مزكين باش تكون عندهم موانع متاع التزكية ثم شكول المزكي أخذ المترشح ثم شكول معدوه الصيفة اللاخر ثم شكول مهوش مسجل في الدائرة المترشح فيها المترشح هذه كلها معناها حتى الغاية هي أن نضمنعوا الملفات من الرفض ونظلوا أكثر عدد ممكن من الدوار الانتخابية تاهمة رشحين هذه هي الغاية الأصلية وهذه هي شكول أسباب اللي قدت إلى التمسيق بفترة قصيرة بدون مساك مرزنا وموش أو المرة ولكن يقول لك ستليلي أليس في ذلك كمس من مبدأ النزهة والعدالة بين كل الأطراف المتنافسة بمعنى وأنه شمعنى واحد معناها حط لي فرمتاعه الكل وبذل كل المجهود باش يخلط في الأجال وباش معناها يقوم بكل الإجراءات كما ينص عليها القانون واحد يأخذ الفرصة متاعه للتدارك ويقلك بينها بعدها كل مرحلة متعلبت في الترشحات وإسقاط الترشحات وقابول الآخر شن هي الجدوى متاحة إذا كان اليوم يقول لك أن نمددنا كهيئة باش نحرص باش أنه الجميع يكون في مستوى الشروط متاع الترشح في رأي فترة متاع قابول الترشحات ما نرى يقع نظر لها معناها في مجملها لأن الفترة راه يتمسد من 17 إلى 2 نوفمبر بطريعتها أحنا عنا الهامش متاعه وأنه باش نقلصه في الأجال بتاع البت باش نراجعوها لقابول الترشحات راهو بدول المساة بالأجال بدول المساة حتى بمدى المساواة ثم هما مبدأا قد تنافس راهو مضمون بالصندوق معنا بالعكس يتنافسوا بالصندوق خير معنا مش العبرة متاعنا إحنا ونطيعه أو لو نرفض المناثات راهو مايش هذيك الغاية بالعكس إحنا ماذا بينا كل المناثات تكون معناها مستوفية كل الشروط الشكلية والموضوعية ومبعد يتنافسوا بطريقة ديمقراطية وفقا للصندوق هذه هي الغاية خاطر الغاية من الانتخابات هي المعمولة للمترشحين أصلا والغاية هي أن الهيئة يزيلها التهل مش الطعب إحنا ثم صعوبة متعاربة عمية تسكية باش إحنا زيدا صعبوا عليهم بالعكس أنا كنت متأكد وأنه لو كان ممدتناش كانت تكون القراءة عكسية علاش الهيئة ممدتش بالعكس يطرع علاش من ممدوش إذا كان لحنا عنا هامش متاعر هيرين والكلافة في إدون المساس برز لا مشهور المالع معناها أمر عادي جدا الغاية هي اللي حكيت عليها كلها والمترشحين نراه التكافأ الفرص بناسها ماش باش ضي على خاطر هذية ماش يكون تم تنافس ديمقراطي يوم 17 ديسامبر معناها هذك هو شنية الغاية الأساسية بالنسبة لحنا اللي قمنا بها ما عندها حتى علاقة رئيسة الجمهورية بالموضوع والهيئة رأي عندها قرار سيادي في الخصوص هذا وعطيت الآن شنية الأسباب اللي أدت إلى التمديد الدوائر اللي انتخابية في الداخل اللي قاعدة بسفر مترشح إلى حد اللحظة هم كون يتم ربما التدارك في التمديد اللي قامت به اللي زي ستليل حاليا كانت دائرة متاع أفريقيا فقط خاطر احنا كنا شعرين بالصعوبة هذه بالنسبة للخارج خاصة لأنه تم حتى العدد متاع المساجلين يمكن ما يسمحش جمع التسكيات متسكيات الأهم هو أنه قاعد تقليص معناها تم دائرة وحيدة ما فيهاش مترشح هي دائرة وحيدة دائرة أفريقيا نأمل إن شاء الله وأنه توصل يكون فيها مترشح لكن نظريا جاهز وأنه نعملها مرة أخرى كخبات جسئية والأهم هو أنهم هو مش برشة هذه أهم حاجة اللي فيهم كذلك ترشح وحيدة دائرة قلص وأصبحوا جوز فقط اللي هم الأمريكيتين وأستراليا زي بها إن شاء الله في التمديد هذا ينجموا يكونوا ثم أكثر من مترشح وراه وزيد حاجة أخرى الفترة متاع البترة والملف يدخل الفترة متاع البتر غير قابل استكمال هذاك علاش راهي قابل الترشحات هامة جدا باش الناس تكمل كل الشكليات بتاع الوثائق المستوجبة خاصة العدد بتاع التزكيات إذا ما يكونش أقل من أربع مئة إنه فترة ملف للبت أقل من أربع مئة راو بشكل المقام تفضل سيب الحسنة تحياتي ستليلي بربي فيما يتعالك بالتزكيات أنت طبعا حكيت قلت يمكن حتى عدد المساجدين في الانتخابات ما يوصلش إلى أربع مئة وبالتالي الصعوبة هذه بشناقها موجودة في الدوائر اللي موجودة البرة خاصة أنه نحن نتذكره أنه ثم نواب دخلة البرلمان السابق أو الأسبق وهي ما جابتش أربع مئة في التصويت فضلا على أنه يكون عنده تزكيات بتاع أربع مئة هل أنه ثم فكرة عند الهيئة أنه يقعد تقليص في عدد التزكيات خاصة بالنسبة للدوائل في الخارج اللي تلقى صعوبة واللي في مساحة جغرافية ممتدة كما الدائرة بتاع أفريقيا اللي حكينا لها كما حتى دائرة الأمريكيتين مبدئين الدوائر كل توا فيهم ترشحات بما يعني وأنهم قاموا بتجميع العدد المطلوب قط أفريقيا صحيح وهذا رأوا حقيقة أنا معاك وأنه في الخارج رأوا إشترات الأربع مئة معناها أمر صعب نظريا إذا تكون تبقى دائرة حسب القانون ما فيهاش ترشحات ينظم الهيئة بعد الإعلان عن نتيجة نهائية تقرر انتخابات جزئية في الحالة هذه وإذا كان السبب الرئيسي هو يعود إلى عدم التمكن من تجميع التزكيات مؤكد وأنه توقع مراجعة المرسوم في خصوص عدد التزكيات بالنسبة للخارج على الأقل هذا أمر حتمي لكن مشتوى بعد الساعة ما نزلت القائمة النهائية متاع المترشحين إن شاء الله نحن يكون تمامة رشح إذا ما لم يكن الحل موجود وإن شاء الله لا تكون برشة دوائرة أنا متأكد أن لا تفوت دائرة في خصوص الانتخابات في الخارج شكرا لك سيد محمد للمانصري نتقل رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابة شكرا على جملة هذه الإذاحات ووضحت المسألة إبراهيم شاء الله لا تنسى في البداية نحب أن نترحم على مفتي الديارة التونسية سيد عثمان بطيخ اللي وفاه الأجل المحتوم لمصباح على سن واحد وثمانين سنة هو تحمل هذه المسؤولية في عهد ثلاثة رؤساء الرئيس بن علي والرئيس الباجي قايد السبسي والرئيس الحالي قايد سعيد وروا مفتي الديارة التونسية هو راجع بالنظر إلى رئاسة الجمهورية تتصفح صفحة رئاسة الجمهورية النعي مفماش صفحة رئاسة الحكومة مفماش نعي صفحة وزارة شون الدينية مفماش نعي أنا أستغرب على كل ما ترحموا عليه إن شاء الله ونعزيه وعيلته نرجع أنا والله أنا كنت بش نحكي عليه الموضوع هذا في الدخل المتاعي ولكن يعني أنت استبقت الأمر وبركة الله فيه ستليل المنصري ونحييه كان ضيفنا والله يعني فيه مجهود على الأقل التواصل مع وسائل الإعلان بش يوضح ما يمكن توضيحه وإحنا قلناها ملول أني رأي المسألة ذي ستكون بصعوبة كبيرة وكبيرة جدا فيما يتعلق بالتسكيات وحتى الشروط بتاع التسكيات نصفهم من النساء وربعهم من الشبان دون 35 سنة وقلنا رأيه فيما يتعلق خاصة بالدوائر في الخارج رأيه بش نلقاه صعوبة وصعوبة كبيرة جدا أنت عنا تقريبا 600 مسجل في الدفاتر الانتخابية في أفريقيا وتطلب منه 400 كيف يش يلمهم وغده الحي هو بيده حتى كم يترشح إذا كان يلقاه ترشح وحيد يكفي كونه يتنقل ومش يفوز بنسبة 100% وربما شفنا عديد التعليقات بالنسبة لأهل الإختصاص فما نوع من التعليقات الساخرة أنا من حبش نحكي عليها ولكن فما نوع من التعليقات جدية تتسامل جدية لأنه إذا كان إحنا شفنا الانتخابات السابقة معناتها من مجلس تأسيسي إلى حدود انتخابات 2019 دائما فما نسبة لعدد الترشحات الترشحات المستوفات رأيه لأنه فما هذه مزالة مطالب يا إيمان هذه مزالة مطالب حتى يتم البتلاحيح ما اللي يتم روى الترشحات المقبولة الرقم اللي قدمته البارح هيئة الانتخابات لغاية الترشحية عن 1249 ترشح منهم 81 ترشح من النساء ينجموا يبقوا ثلاثة متاحا فقط به يعني في الانتخابات المجلس التأسيسي 1500 واش في انتخابات 2014 تقريبا 1300 واش وفي انتخابات 2019 1500 تقريبا ونايف هذه معناتها الترشحات المكتملة بالنسبة للمختلف الدواء الانتخابية ربما معناتها هنا انه الهيئة ومنقولوش انه السيدة الرئيس الجمهورية ما هوش على بينه اكيد على بينه من المسار برمته ويعرف الشقيقة ورقيقة قداش بصلى عدد المطالب إلى غير ذلك وشفنا بعض الاسوات اللي ارتفعت حتى من المحسوبين على السيدة الرئيس الجمهورية احزاب سياسية حركة الشعب حزب يعني الى الامام من المتاع السيدة عبدالبريكي اللي مطالبوا بمراجعة المرسوم الانتخابات والسيدة الرئيس الجمهورية لما التقى مؤخرا ان السيدة الرئيس الحكومة قال راوه لابد من مراجعة مرسوم الانتخابات واعتبره واجب مقدس وشفنا حرك 25 جوية اللي هو يعتبر وان هذه تعتبر تقريبا مهزة بالنسبة لي الهناه ربما زاد لانه فما ناس تقول راوه ربما من بين المطالب المقدمة ما فماش عدد من المطالب من المحسوبين على السيدة الرئيس الجمهورية اللي هي مطالب مستوفات الشروط وهذا اللي ربما يمشي في القراءة متع التمديد يقولك هذا من شأنه وأنه بالحسن يحيوي يمس من مصدقية الهيئة وانحييزها اللي ترفضون آخر يقولك فكالقراء على خاطر جماعة الرئيس ملموش التسكيات ولا محضروش متوى التأويلات هذية طبعا تبقى يعني تبقى متعلقة بأصحابها بالناس التي تنجمت أولم الطريقة ذية حتى إذا كان النجم يكون فيها جانب من الصحة ولكن أنا طبعا نعذر هيئة الانتخابات لأنه أولا وقبل كل شيء نحن في أول مرة أمام انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ما نتهم عملناش حتى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها إلا فيما يتعلق يعني بالانتخابات الرئاسية بعد وفاة الباجيك الله يرحمه ولكن الدكالاج كان بتاع 20-30 يوم تقريبا يعني كرابة شر يعني كان ثم استعداد استعداد لوجستي بالنسبة للهيئة وكذلك استعداد نفسي بالنسبة للناس اللي يتترشح هذاك عليش اليوم نجم نلقاو صعوبات فيما يتعلق بانتخابات 17 ديسمبر هذا أولا ثانيا فيما يتعلق بحديث رئيس الجمهورية على التعديل المرسوم الانتخابي أو على تأجيل الانتخابات أكثر حاجة نجم اللحظوها على رئيس الجمهورية منذ 25 جمهورية هو أن الرجل يلتزم تماما بجملة المواعيد اللي يضبطها وبالتالي عندما يتحدث عن تعديل مرسوم الانتخابات إنما يحيل هذا التعديل إلى المجلس التشريعي القادم اللي هو يعني المجلس اللي سيقع انتخابه في 17 ديسمبر كيف المرسوم الانتخابي كيف الدستور اللي ترك الباب مفتوح أمام إمكانية تعديل الكثير من بنود الدستور على عكس الدستور بتاع 2014 اللي كان عنا مسكر ومزير ومعناش من ندخلوه ومن نعدلوه وبالتالي أنا نتصور أو أتمنى مش نتصور أو أتمنى أنه بشرهوا فترة شبيهة بالفترة التأسيسية ولكن الفترة القادمة بيزمها تستفيد من كل الأخطاء اللي بقعنا فيها بيش ما نلقاوش رواحنا القدام أمام إمكانية أنه نحي كل شيء ونعود ونبنيه من الجديد ما تماش حتى مشكلة في التغيير ما تماش حتى مشكلة وقت اللي نقل تنصلحه ما تماش حتى مشكلة أنه نستفاده من أخطائنا أكبر مشكلة أن نبرر الأخطاء متاعنا ونصر عليها ونحيذ يعني كل سلبيات هذه الأخطاء على جهات وعلى أطراف ديما في تونس الأسف تبقى مجهولة وتبقى ما نعرفوهاش نتصور أنه اليوم إذا كانت تنجح الانتخابات ما نحن تنجح ما نتحشتين حشتين أساسيين فيما يتعلق بالترشحات أنا لا تبتعد كثيراً على الأعداد اللي كانوا تكررنا فيهم السيبراهيم يعني أن تكون في حجم في حجم الترشحات اللي لناها قبل للخطر أنا ما نتصورش حتى الأحزاب اللي قرأت المقاطعة بتالانتخابات بتاعها ما نتصورش أنه هذه المقاطعة جدية لأنه يا قبلياً يا بعدياً يعني يا ثمش كون ماشي مترشح بصفة أنه هو مستقل ولكن من بعد يظهر أنه ينتمي بصورة أو بأخرى إلى أحد الأحزاب على خطرة النجم يكون عندنا واقع سياسي جديد والأحزاب ترجع في الصورة بصورة كبرى زادة وكما من بعد النجم نرقعوا ناس ترشحت بصفة فردية ولكنهم لسبب أو لآخر أصبحوا ينتمون إلى أحزاب هذه الأحزاب موجودة أو ستوجد في المستقبل هذه الإمكانية موجودة وبالتالي إلى حد هذه اللحظة إذا كان النجم نحن نوفروا أو نلقاوا مجموع المترشحين إلى الانتخابات في نفس العدد في نفس المستوى بتاع الانتخابات السابقة ثم الأهم من ذلك إذا نفس الكتة الانتخابية النشطة على الأقل على الأقل الكتة الانتخابية النشطة اللي هي في حدود 3-8 في كل الانتخابات اللي شهدتها تونس في العشر سنين الغرانين يشاركوا في الانتخابات التشريعية هذا يعني أننا ما زلنا نحافظه على الحد الأدنى من المصار الديموقراطي نحكي على التصويت نحكي على التصويت نعم قدش تقريبا في حدود 3-8 تقريبا 3-8 على 7 ملايين ناخب ما ننجيش نفس الشي نعملها أنا على 9 ملايين ما يتبادل حد شي ما يتبادل حد شي لأنه لأنه تسجيل الناخبين بالنسبة للليزي ما صارش بصورة طوعية راه لليزي جاءت الناس كلها اللي عندها اللي عندها سجلتها ما هيش بصورة طوعية قبل كان التسجيل كان التسجيل بصورة طوعية ما يتبادل حد شي النسبة ما نحكيه وش عن النسبة نحكيه عدديا لأنه من 7 ملايين ولين 9 ملايين بالنسبة اللي أنا راهه هدايا هو الفشل الأكبر أنك انت تدفع نسبة القبال لأنه لأنه نحكيه في سنوات الأخيرة نحكيه على الأغلبية الصامتة ونحكيه على نسبة العزوف اللي كانت تقريبا ما تبدتش أكثر من 50% توصولا إلى 60% إذا كان صانع القرار السياسي أو اللاعبين السياسيين اليوم عاجزين على أنهم يدفعوا بالأغلبية الصامتة لكي تتحرك ولكي تخوا حقها وواجبها لأنه الانتخاب ما هوش حق برك واجب أيضا بالنسبة لينا العزوف العزوف يتمثل في الورقة البيضاء ما يتمثلش في أنه أنا ما نمشيش كسلا أو عدم اهتمام أو غير لكن موقف المقاطعة ما يجميش موقف المقاطعة بالورقة البيضاء إيه ما خطر أنت ليه ما نجمش لا أستني سأنا أي بطبيعة ما يشكرات لا بلحسن خطبش تتحسب فتو دو بارتسيباسيون تو أنت كيبا قبلش قلت قلت أعتبروا نجاحا أستنى لاي عادة نجاحا ليه ما تجمش مش تعملهم 3 ملايين بعض معناه أنا موقفي بالليه بش يجي في صالحك ليه يعتبر موقفا نفس الحكاية اللي تحكي فيها تنسحب على العزوف اللي ما يمشيش نخب اللي ما يمشيش نخب كسلا او لانه غير مهتم انا باعدة جيقول نسبة العزوف في حدود 70% موش صحيح الانتخابات في بلدان العالم الكل الاوراق البيضاء هي اللي تعكس هي اللي تعكس نسبة العزوف وتعكس موقف سياسي رافض لهذه الانتخابات انا نطيح في نسبة الاقبال نسبة المشاركة الحلول السهلة الناس اللي تحب تركب على نسبة العزوف الناس اللي عندها قواعد شعبية وتحب تضرب انتخابات باش تضرب نحكي عراءة التجربة مقارنة مش في تونس مش كان نحن في تونس عملنا انتخابات العالم الكل يعمل في الانتخابات الاوراق البيضاء هي اللي تعبر عن المقاطعة وتعبر عن الموقف السياسي عدم الذهاب الى الانتخابات والمشاركة في الانتخابات واداء الواجب الوطني متعلق بالانتخابات هم يعكس حد شيء يحكز كان الكسل اللي عنا نحنا مش في تونس بركا في برشا بولدان اي سمعتك رئيس الحكومة طو طو هبطت بلاغ التعزيم بارك الله فيك ويتفعلوا معاك بارك الله فيها ولو دقيقة لدمين امتا الباشكا من محق هو هو يمكم يعرف شكون شددها الباشكا غير مواختها للحقيقة اذا موش جديد على مسألة الخشل الاتسالي لهذه الحكومة هذا شخصية يعني وطلقى نتقرسم باسم الحكومة نصدرنا نسيبي عنده نصاعة هابط التعزيم طو ما اولك يبدأ نتقرسم يتهبط على الصفحة الرسمية ولا صفحته التخبط وما هوش جديد هذا يعلم لا انا ما نتفقش مع صديقي سيبيل احسن فيما يتعلق كونه بالاوراق البيضاء صحيح وان الاوراق البيضاء تعتبر ملغات وتعبر طبعا على موقف سياسي من طرف الماخب اللي مشاه بشعتي صوته ورفض اعطاه صوته لهذا الترفو ذاك لهذا المرشع ذاك ولكن فضره بشي مده وريقه بيضه ولا حتى ساعات يشطب عليه من كل فمتني انا بالنسبة لي المقاتعة تعتبر ايضا موقف سياسي معين وموقف سياسي من طرف الاحزاب الداعية لها وللاطراف الداعية لها ربما انت تتحدث عن كسل صحيح لان الانتخاب عن احنا هو بقدر ما يكون حق ما هوش واجب لانه ما هوش مقنن كيفاش كيفاش نفرقه ما بين العزوف وما بين المقاطعة نجم نعمل انا نعمل مقارنة موزوز ما يمشيوش زوز ما يمشيوش لانتخابات انا انا اطلع لك في التودو باكتسي باسوني انت استفتاء عن الدستور تشوف انت نسبة الاقبال ونسبة المشاركة وانت السيد العالي في انتعب عددين نفس الشيء لا لا خليني من عددين حاجة اخرى لا سامحني من عددين شوف عامل فين وحداش عدد النخيبين المسجلين كانوا في حدود اربعة ملايين وسبعة مئة لونك وقت اللي مشاوا تقريبا في زمنين وثمانية مئة انا ذاك يعني تعتبر العدد محترم عدد النخيبين في سنة فين وحدش اعدد والنسبة من一قال طور Sangha النسبة من العدد من العددين ضاق اللي بدا عندك تسعة ملايين engagement المشاركة خمس اواح pity ملايين مش نفس الشاي وقت لكون عندك سبع ملايين وتكون رايي نسبة المشاركة خمسين بالملايين ملايين انا ما يعنيني عدديا انا ما يعنيني يعنيني افراد عدديا قداش من واحد مشيش اشارك في الانتخابات هذي الاستحقيقات بي امنو مشو بالنسب يقول لك فاز قيس سعير في الدور الثاني بنسبة 72 فاصل في مضوع اخر سيبراهيم سعدك اعطيني توش كون شادد الرقم الصحيح متاع الاسوات المصرحة هو فاز بنسبة الناس اللي شاركت انا بنيش نحك عن نسبة الفوز او واحد يقول لك ثلاثة ملايين واحد يزيد كده وهي زملايين سبعة ملايين سبعين خلينا 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 نمشوا نقطة بنقطة خنسكروا ساعة المسألة الذي بعدنا الخميس مسألة تقابل الترشحات وتنشوف نسبة الترشحات نحكم عليه وبعد وصولا الى ربما نشوف زادش بش يبقى لانه مرحلة مهمة ما بعد الفرس نبديش بش يقعد في مسبة المقبولين خاصة وانه ما نعرش معناها اذا كان سيقع احترام كل الاجراءات متاع انه مو زكي يزمي ويزكي شخص بركة وكيفش بش تحسبهم هاي دوما معناها كيفش بش تثبت كيفش بش تثبت وقعد في بلاست صديقنا بالاحسن وقال بالنسبة لنا اللي جيلول هذاك هو نقل اللي جيلول معناتها ولا لا بعد نلقى انا سيبراهيم نوصلاتي زكة ايمان وزكة بالاحسن اشكون جالول جات ايمان اخيرا تكلمت رئيس الحكومة فش حكيت وام ب اشتركوا في القناة موسيقى